موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعتقد ان الفيديو ده منتظر من ناس كتير انبارح بعلم مباراة عم نعمان مع لينير دمينجز وقد تعادل وهقولك تعادله ازاي حصلت مقابلة تقريبا نص ساعة مع عم هانز نيمان بصراحة المحادثة اللي حصلت او المقابلة اللي حصلت بنسبة كبيرة لن تنسى لسنوات اذا اعتبرنا ان كل ما قيل فيها حقيقة وده اللي هتثبته الايام قدام او ما تثبتهش لسه مش عارفين لان انا بصراحة النهاردة هحاول اقول ايه اللي تقال في المقابلة بس بدون ما اقول رأيي حاسس ان انا عبيض في الموضوع ان انا ممكن يتدحك علي يعني انبارح ناكامورا واليوتيوبرز الكبار دعموا موقف ماجنس فان ممكن صاحبنا يكون بيغش لدرجة ان هانز نايم انزت نفسه قال ان ماجنس لمح لده لكن ناكامورا كان عنده دايدكت اكيزيشنز يعني الراجل كان تقريبا بيتهمني بشكل واضح فالحقيقة فين انا هقول لكم اللي هو قاله انت صدق او ما تصدقش دي حاجة بتاعتك لكن ممكن اقول لك النهاردة انا مش مصدق ويطلع كلامه بجد ممكن اقول لك النهاردة الراجل ده والله يطلع ابن حلال وبكرا نلاقي حاجة تانية فخلينا كده نقول بس اللي تقال وما نقولش رأيينا لحد ما نشوف اخرت الفيلم ده بداية المطش بتاع لينيرد مينجز مع عم نعمان بالاسود كان خد بالك انا مش هوريك المطش كله انا هوريك بس النقاط الفارقة في المباراة حباء لو انت مش عايز تشوف المطش عشان ما تتكرش بس ان انا بدحك عليك انك لازم تشوف وبعد كده اقول لك لا خالص والله بص تحت كده على البار هتلاقي ان يمقسم لك الانترفيو اللي يهمك في الانترفيو عم يخيص يشوفه ويسيب الباقي بس من فضلك زي ما خدت لنفسك فيه اخبطنا لايك لازيز واشترك عندنا اقوم مرة تشوفنا ان شاء الله تلاقي كل ما يصرك يعني في القناة بيدق مالك بيدق مالك نايت اف ثري نايت سي 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 بيشب سي فور نايت اف سيكس هات البيدق الوسطي دي ثري من دمينجاز وبيشب سي فايف كل الكلام ده تلعب الاف المرات مفيوش اي مشاكل تبييت ثم دي سيكس سي ثري بيحضر لدي فور اي سيكس بيفرغ مكان للفيل بتاعه عشان يهرب فيه كمان بيحضر لبي فايف اي فور تلعبت ممنوع تلعب بي فايف بيشب اي سيفن الكلام ده تلعب في الديتابيز سبعمية وتمانين مرة مفيش اي مشاكل نايت بي دي دي تو تبييت ايتش ثري ما تربطنيش وما تنطش بحصانك عشان بحضر لروك اي وون كمان شوية ايتش سيكس روك اي وون نايت اي سيفن ناوي يلف بالحصان ويروح في هذه المربعات زي ما الابيض ناوي يلف بالحصان ويروح في الجي ثري خطة منطقية كمان الاسود نفسه يلعب سي سيكس في دي فايف زي ما الابيض لعب سي ثري وعاوز يلعب دي فور بيشب بي ثري يمكن يفضي مكان للحصان ينط من السي فور للاي ثري بدل من الف وون يمكن ودلوقتي الماتشاب بتاعت الدياتابيز ما تلعبش فيها غير نايت جي سيكس او بيشب اي سيكس هانز نايمن لعب في هذا الشكل سي فايف ودي اول مرة تتلعب عمرها ما تلعبت قبل كده تاني احسن نقلة على الانجين اخد في النقلة دي دقيقة تقريبا دقيقة واضح انها ضمن التحضيرات بتاعته وقال ان النقلة دي فعلا تبدو سيئة علشان افلت الفيل بتاعي تماما ولكنها كمان وضعت جميع المكابح على هذا المربع دي فور دي فور لن تحدث اطلاقا نايت اف وان تلعبت وعليها بيشب اي سيكس لاحظ انك لو بالابيض دلوقتي فعلا جربت تقول ده هانز نايمن ده ما يفهمش حاجه ودي فور موجودة فهيتلعب عليها فيل في فيل ياكل بالوزير وبعدين بيدق في بيدق بيدق في بيدق بيدق في بيدق او فيل في بيدق والاسود معها بيدق زيادة لو اكلت هنا فبيتلعب عليها اي فايف والانجين بيقول ان هذا الشكل احسن الى الاسود قليلا اربعة من عشرة تلاتة من عشرة حاجه زي كده بس الفيل خد بالك تفتح له خلاص معدش فيل سيء بالعكس تحس ان دي فور للابيض اللي عبها جاءت على الابيض باخسارة وانها بقت افضل وفتحت الفيل الاسود اللي كان ميت سنتوقف في تحليل هذه المباراة الى نقلة السي فايف الجديدة اللي عمرها ما تلعبت لهانز نيمين وتعال نشوف هانز نيمين اتكلم في ايه لما ذهب الى الانترفيو اول نقطة تكلم فيها هي نقطة اللهجة لو بصيت على فيديوهاتنا كمورة هتلاقيه بيتتريق عليه ويقول له فين سبحيتك يا عمم تولي ولا معرفش كان اسمه ايه اللي هو انت الاكسنت بتاعتك فين انت مش بتتكلم امريكان انجلش هو انت مش امريكاني هو انت ليه بتتكلم اكسنت مختلفة اكسنت شكلها مش اكسنت البلد الاصلية هو انت عايز تعمل على انا فيلم هندي يعني ولا ايه اول حاجة صاحبنا امراضت وقال انا بقالي سنتين ااا 30 سcyjنة 10 او 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 ماي سوت كيس اللي هو اكسبريشن كده معناه اني مبعدش بيتنا ده انا بقالي سنتين تقريبا مش قاعد في امريكا وبلف تقريبا في العالم كله البلعب شطرنج وبحاول ازود تقييمي وبدرس اللعبة وتعاملت مع العديد من لاعيب الشطرنج اللي الاغاني به انجليزي بتاعهم اصلا ضعيف جدا فموضوع الاكسنت ده جمعي بالصدفة ان انا بتكلم اكسنت انا اخترعتها لقتها كده مش عارف جاتلي منين لكن لما بعض مع احد اصدقاء الامريكيين الاصل الاكسنت بترجعلي تاني وبتكلم امريكا عادي جدا وده شيء مش مقصود I'm not putting on a facade ده برضو اكسبريشن كده في اللغة الانجليزية معناه انا مش متضايق وعمل نفسي بتحك او من الاخر مش بمثل مش عامل فيلم عليكم لا الموضوع كله تلقائي ودي الاكسنت بتاعتي اللي انا اللي جاتلي من كتر ما انا تعاملت مع ناس ما بيتكلموش انجليزي حلو مدة طويلة بقلي سنتين ولما برجع امريكا ما بتعملش مع حد وما بنزلش بدرس شطرنج بس بخرج من البيت مرتين علشان استلم الواجبات بتاعتي لو انا طالب ديليفوري اكل او بس ما قالش طبعا المطاعم ما قالش بيأكل ايه مش عارف ليه بس كنت حد بعرف والله يعني يمكن نجرب يعني مفيش مشاكل بس هو ما قالش حاجة دي اول نقطة هو رد عليها النقطة التانية اللي رد عليها وقال انا هقول لكم دلوقتي الرد اللي هيخلي معظم الجراند ماسترز يبدو سزج واغبياء على الموضوع بتاع افتتاح ماجنس اولا فيه فعلا مطشي في الداتابيز انا قلت الاسم بتاع المطش غلط بس فيه مطش في الداتابيز على فكرة بيقول الكلام ده وفعلا المطش موجود ما بين كارلسون بالابيض وويسلي سو بالاسود دي حقيقة ولكن باي ترانس بزيشن يعني طلع من افتتاح تاني وقلب وقال لك باي ميراكل اللي انا قلتها دي كنت اقصد بيها ان انا ذاكرت الشكل ده لان ماجنس بيلعب كتلان ففانكاتة الفيل الابيض فكرة منطقية انه يستخدمها ماجنس قبل كده ويستخدمها معايا في اي حاجة جديدة لانه بيحب الافكار الغريبة فممكن يخلط ويلعب شكل من اشكال الكتلان اللي بين فانكة في الفيل على النمزو ده وارد وبالتالي ده سبب كافي يخليني ابص على الفكرة دي بشكل كويس ده يا معلم الموتش اللي بالابيض ما بين ماجنس وما بين ويسلي سو فعلا بدأ نمزو وقلب في هذا الشكل سي فايف اتلعبت هنا بدري في الموتش بتاع هانز اتلعبت متأخر شوية ولكن فعلا ماجنس استخدم الجي ثري ضد النمزو والشكل تقريبا تقريبا شبهه مش هو ولكن شبهه جدا اوكي فكانت هذه هي مباراة ماجنس مع ويسلي سو وفعلا موجودة في الديتابيز اتلعبت في بطولة كالاكاتا اللي كل ما اسمع الاسم اقول بطولة هالهوتا ما عارش هالهوتا دي جالي ليه بس يعني مشوها مش عادم المهم بطولة هالهوتا 2019 ماجنس كارلسن لعب مع ويسلي سو وهذه المباراة وفعلا الفكرة استخدمت من قبل ولكن بدون اي ثري بالضبط زي ما هانز نيمين قال وقال ان ده تلعب قبل كده وطبيعي ان انا اعدي على الافكار اللي شبه الكاتلان لان ماجنس بيلعب كتلان كتير بعد كده رد على نقلة الكوين جي ثري الخطيرة اللي تلعبت ضد فيروزا في هذا الشكل هانز نيمين لعب ضد فيروزا كوين جي ثري وساب حصانه وقال انا مرضيتش اقول ده مبارح لاني بلعب مدة طويلة وطالع معنديش طاقة وتعبان ومش مركز لكن خلوني اقولكو ان فيروزا لعبت معاه في ميامي بطولة ميامي واحد الماتشاط لما هجمت عليه كويس جدا انهار فيروزا معظم الناس متعرفش لكن لما بتاخد قصاده شكله هجومي بينهار ولذلك انا ضحيت بالحصان بدون تحليلات عميقة لان انا عارف انه اصلا مش هيقبل الحصان ويسمح لي باني اهجم على ملكه وفعلا فيروزا في الانترفيو بتاعته على نفس المباراة قال ان كوين جي 3 نقلة مجنونة وبصراحة انا قلت لو كلت وهو اكل فيه في بيدق هنا وانا لعبت كده هيلعب انا حاسس ان انا مكنتش فاهم الشكل وخفت اخش فيه خفت خفت دي معناها فعلا زي مهانز نيمين بيقول ان فيروزا بيخافي تهجم عليه اوكي ده الكلام مش هقولك بقى انا اقتنعت بكلامه ما اقتنعتش بكلامه كلامه يبدو منطقي ولكن بصراحة هو يحتمل الصحة ويحتمل الخطأ مقدرش اديك رأيي بصراحة في هذا الموضوع الشائك بصراحة خايف النهاردة اقولك ياه شوف يا اخي كل ردوده منطقية وبكرا اكتشف ان هو كان مركب فام شريحة ويندوز على اي كلام بقى ما انا مش عارف خايف هو الشريح صور النهار يروز ان سمق produce F hari اقام وجعمي بلاك ميرور مسلسل مبتع جدا ويمكنك ان تفرج ini بيتكلم عن التكنولوجيا والشياء الغريبة المهم eni بلاك فدicional النهاردة الاقل найти ويسيب نهجم فهو مش هيسمح لي بانه يهجم وهيلعب النقل الغلط اللي لعبها وخدت عليه شكله هجومي معرفتش يترجمه لكن على الاقل مخسرتش من فايروزا على الجانب الاخر ده كلامي بقى ده كلام مش بتاع هانز على الجانب الاخر انا شايف ان هانز نيمان مبسوط ان الناس فاكرا بيتغش درقي الشخصي هانز نيمان مبسوط انه فاز على مجنس جدا ومبسوط ان الناس فاكرا انه بيغش لانه مستخدم ده لصالحه اللعيبة خايفة من هانز نيمان القانين من تجاهه بيلعبوا الحاجات الاقمن ما بيخشوش معاه في بحور خايفين لا يحصل اي حاجة ويخسروا صدقني ده اللي بيحصل ودي علامة فيروزا والعلامة التانية هقولها لك حالا في النقل رقم 36 في المباراة اللي بدأناها النهاردة دمانجز ضد عم نعمان في النقل رقم 36 نايت بي فايف تلعبت من عم نيمان من عم نعمان وهنا في تفوق اربعة للابيض يعني ان كان معاه قطعة كاملة وبيدأ التفوق ده بيجي من هذه الكيش بعد ما الملك يهرب قدي الكيش بعد ما الملك يرجع ألعب روك سي فور الرخ دي متحصرة الاسود تقريبا مشلول وما عندوش اي لعب الانجين بيقول ما تلعبش دي كل رخ فرخ تاكل بالبيدأ نايت اي سيفن مفيش نقل كينج اف تو كينج اف سيكس كينج اي ثري روك اي سيفن اف فور تخيل لو لعبت نايت بي فايف بفكرة انك تطور الحصان باي طريقة بدل ما هو مدفون كده فده هيسمح بان الرخ تغزو الصف التامن وبعد ايتش فايف مثلا لو اديتك كش وانت غطيت فيه كشة على الهوى هنا قاتلة وبعد بيدأ في بيدأ بيدأ في بيدأ لو اكلت هتخسر رخ كاملة فمضطر ترجع ودلواتي محدش بيحمي هذا البيدأ وفي بداء انسال كين في الوسط وتفوق ستة للاسف دي مانجز لعب حصان فحصان والتفوق بقى تسع من عشرة خاف يخش في تعيدات والمباراة انتهت بعد شوية لان الشكل كله صفار فدروا يروحوا ويجوا وتعدلوا مش عايز اقولك ان هانز نيمن جاب النقلة الوحيدة اللي تتعادل لا هانز نيمن كان بيخسر ولكن دي مانجز اختار يلعب حصان فحصان ويتعدلوا نكمل نكمل الحوارات بتاعت عمينا هانز النقطة الرابعة اللي علق عليها هانز هي اعترافات هانز هانز قال انه وانا عندي اتناشر سنة كنت بالعب تايتلد تيوزدي المسابقة اللي موجودة على تشيز دوت كوم الموقع الاخضر وكنت لسه عائل صغير وكان في احد اصدقائي جنبي وقعد يقول لي انقلات وده حصل وانا مكررتش الموقف ده تاني في 2016 انا انفصلت عن اهلي وبقيت اندبندنت راجل مستقل وكنت عاوز لستريمينج كارير بتاعي يكمل ان انا اشتغل كستريمر زي ما عمل حاج جنوفه مثلا بيطلع استريمينج كل يوم اتنين من كل اسبوع واخد بالك برضو هانز نيمن كان بدأ لستريمينج كارير بتاعه وكان محتاج انه هو يبدأ وهذا اضطره ده كلامه ده مش صح ومش بحفز اي حد ان هو يعمل الهابل اللي هو عمله ده ده كلام طايش ولكن ده اللي هو عمله انه يستخدم الانجين في بعض المباريات العشوائية ضد بعض اللاعبين الغير معروفين ولكن تقييمهم كويس 2500 مثلا علشان يكسب وتقييمه يعلى فيلاعب اللعيبة المشهورة يعني تخيل محمد نوفل كده فضل يغش بالانجين عشان يلاعب ناكامورا شوف محمد نوفل بقى لما يلاعب ناكامورا هيعمل مشاهدات قدق مثلا فهانز نيمن نفسه لعب ناكامورا مثلا فلازم التقييم بتاعه يبقى عالي عشان لما يقابل ناكامورا عشان يعرف اصلا يقابل ناكامورا وهناكامورا مش معد على اي واحد 2100 كده يلاعبوا مثلا فدي الحجة اللي هو قال وقال لي اكبر غلطة عملتها في الكارير بتاعي وبكفر عنها لحد دلوقتي وانا بعترف انا مش عايز حد يمسك عليها يا زلا يا سيدي ايو انا غشيت انا غلطان وبكفر عن سيئاتي لحد دلوقتي وانا عمري ما غشيت ضد اي حد على رؤعة حقيقية الموضوع كان على النت عمري ما غشيت في اي بطولة لها جوائز مالية يعني انا مش حرامي وانا انا غشيت ايه بس مش حرامي خد بالك عملت كل حاجة غلط كله اللي لان اخون صاحبي عشرة ايه المهم فدي كانت اعترافات هانز بعد كده اتكلم عن ان هو عاوز يقول معلومة وان هو مش هيخب اللي حصل وان هو هيواجه وهيكون شجاع ويقول ان الموقع الاخضر بعد ما تواصل معه ان هما هيلعبوا تقريبا مسابقه في اوروبا مسابقه كبيره بسرح ما عرفتش اسم المسابقه من اللهجة تاته كانت سريعة شوية فما فهمتش اسم المسابقه اللي قصده عليها ما اسمك بين يوروبيان تيمز حاجة كده المهم يعني كان هيلعب باسم تشيز دوت كوم فبعد ما خاز علي ماجنس كورلسون تشيز دوت كوم بعتت له ايميل انه للاسف يا هانز احنا مش هنقدر نكمل مع بعض احنا قاسفين بس بس انا مش قادر انا مش قادر انه لا افعل هذا سامحني فدلوقتي هو متضايق جدا وبيقول ايش معنى بعد ما غلبت او فزت على ماجنس كورلسون غلبت و هزمت و فزت عليه بعد ما فزت على ماجنس كورلسون يبعتوا لي الإيميل ده و بدون اي ابداء اسباب انا مش هسيب الموقع الاخضر يحطمني مش هسيب ماجنس كورلسون يحطمني و الجو ده المهم هو ده اللي هو قاله و قال في حرب ممنهجة تجاهي من ناكامورا و من ماجنس و من تشدد كوم بتحطموش حلمي انا عايش للعبة دي و نفسي اكون بال spot فام الشاي بلمون عسر كمات المهم هو ده اللي هو اللي اعلطijah و بعدين دي الشوية التصريحات اللي قالها اي و في الاخر اما قلصити انني عمري ما غشيت بسه في البطولة دي August ولش في اي بطولة على الرؤية و مستعدة هلعب ولا مش لهابس ايه حاجة لاて Push ليش كده انا ماليش دعوة يا عم في اي عمل حاجة? هو اللي قال اول اللي قال كده قال انا مستعد ده اللي عملت بس عشان لو انتم فاكرين ان انا بغش او في اجهزة على دسمي مفيش حاجة ومستعد ان انا البس البدلة اللي بتمنع اي معرفش موجات كهرومغناطيسية في دماغي عشان لو انا مركب اي حاجة انا مستعد اعمل اي حاجة عشان ان اثبت لكو ان انا مبغشش ماشي ماشي يا عم هانز اتمنى اكون قلت كل الحاجات اللي هو قالها وتمنى كنت استمتعت بهذه التغطية اللذيذة والترجمة اللي هي بتصرف عشان تكون لذيذة كده ومش مملة واشوفك ان شاء الله في الحلقة القادمة وجدير بالذكر ان جميع اللاعبين في الجولة الخامسة اتعدلوا يعني كل النتائج تعادل شوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته